اشتركوا في القناة يشاركون في الاضراب في 76 مشفى حول بريطانيا حيث يطالب الممرضون رفع الأجوض بنسبة 19% وهو الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك وصفا المطالب بغير المعقولة وضفت الصحيفة أن قائم العمليات تحتوي على أكثر من 7 مليون بريطاني بينهم 400 ألف ينتظرون منذ أكثر من عام وشارت وصارت وزارة الصحة البريطانية إلى أنه في ظل تعطل القطاع الصحي سيتم استقبال الحالات التي تشكل تهديدا على حياة صاحبها فقط من بريطانيا إلى آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية توعد رئيس الروسي برادمير بوتين بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض وقال بوتين أن روسيا ليس لديها تفويل لشن ضربة نووية وقائية على عكس الولايات المتحدة لكن الأسلحة الروسية المتقدمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ستضمن لروسيا الرض بقوة إذا تعرضت الهجوم وأكد بوتين أيضا أن موسكو قد تتبنى استخدام الضربات العسكرية الاستباقية مشيرا إلى أن لديها الأسلحة اللازمة للقيام بهذه المهمة وأشار بوتين إلى أن روسيا قامت بالفعل بتكليف أسلحة فرط صوتية قادرة على تنفيذ مثل هذه الضربة كما أكد أن روسيا لديها الآن سواريخ كروز تفوق نظيراتها الأمريكية وأتبر مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقات بوتين بمثابة تهديد بالحرب وتحذير ضمني آخر من أنه قد ينشر سلاحا نوويا تكتيكين ولازلنا مع حضرتكم من أوكرانيا أعلنت المفاوضية الأوروبية تبرعها بأربعين مولدا للقارباء لأوكرانيا وذلك لمساعدة البلاد في التغلب على عواقب الهجمات الروسية الهائلة على البنية التحتية للطاقة ولضمان بقاء السكان على قيد الحياة في ظروف الشتاء القارس ويواصل الاتحاد الأوروبي تزويد أوكرانيا بالمساعدات الإنسانية والتي تشمل إمدادات الطاقة والإسعافات الأولية وملابس الحماية ومعدات مكافحة الحرائق وشاحنات المياه وأيضا الحافلات وذلك لتخفيف أثر الهجمات الروسية على أوكرانيا من أوكرانيا ننتقل مع حضرتكم إلى ألمانيا قالت المتحدثة باسم مزارة الكارجية الروسية ماريا زغاروفا إنه لا يوجد مؤشرات فعلية تدل على وجود مخطط للإنقلاب على السلطة في ألمانيا وأشارت زغاروفا إلى أن ما حدث كان مجرد مسلسل درامي من إخراج السياسيين الألمان الذين يتغنون بالديمقراطية والليبرالية في بلادهم ويدعمون في الوقت نفسه الإنقلابات في الدول الأخرى ولمن لا يعلم أعلنت الشرطة الألمانية الكشف عن خطة إرهابية كانت تهدف إلى انقلاب في البلاد حيث عرفت القضية حاليا بانقلاب حركة مواطن الرايخ حيث ألقت الشرطة الألمانية القبض على 25 عضوا بالحركة المتطرفة بينهم أمير وقاضية وأعضاء بربرلمان بالإضافة إلى جنود وضباط سابقين وحاليين بالجيش الألماني وقالت شبكة ديرش بيجل الألمانية إن خطة الشبكة الإرهابية كانت تهدف إلى اقتحام مبنى البرلمان الألماني واعتقال المشرعين وأعدام المستشار الألماني أولاف شالتس وتنصيب الأمير هنري أفالس عشر منصب رئيس الدولة الجديد وتكليف عضو سابق من اليمين المتطرف في البرلمان بمسؤولية التطهير الوطني كدنا نكون وصلنا نهاية جولتين الإخبارية أشكر حضراتكم شكرا جزيلا كان معكم محمد جمال وإلى اللقاء في تغطية إخبارية جديدة من صالة تحرير اليوم السابق